اشتركوا في القناة 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 وهي ان انت تفاجأ بعد فترة بالاخبطة في حياتك وتظهر عليك اعراض في جسمك العلامة دي قضية الاستفراغ الشعور الشديد بالاستفراغ وان انت تيجي تتقيق مفيش حاجة والشعور ده معك طول اليوم او على فترات متبعدة في اليوم وممكن تبقى معك يوم واثنين وثلاثة وعشرة اعاوز استفراغ وشعور شديد جدا بالاستفراغ واروح عند الحمام ما ليش حاجة رضي تيجي ولا في استفراغ ولا واق ولا اخر طبعا احنا دايما ما نحبش ان كلامنا كده يعني يكون عرضة لان الناس تعلق علينا انا دائما اقول دائما اقول ان الانسان اذا ظهر عنده عرض في جسده او مرض بمعنى اوضح لا بد ان يذهب الى الطب اولا تجريش بقى على الشيوخ بقى والكلام ده والمعالجين لا روح للطب الاول ربما يكون ده سببه شيء في الجهاز الهضمي وارد في خلل في الجهاز الهضمي فيعلى الجهولك الدكتور فروحت للدكتور واخدت ادوية ما خفتش للاطمئنان ذهبت الى طبيب اخر اخدت ادوية ولم تشفى هنا تعرف ان الامر ده خاص بالمرض الروحي وهو سحر مأكول او مشروب طبعا يعني دي حاجات لا بد ان احنا ننتبه اليها طب العلاج قضية السحر المأكول والمشروب انا افضل فيه ان تذهب الى معالج حتى يساعدك المعالج على استفراغ السحر استفراغ السحر لكن من الممكن ان يكون فيه طبعا في بعض الاسحار جائز ان انت تعالج نفسك بنفسك منها سحر المأكول والمشروب وانا افضل المعالج يعني مثلا سحر تفريق بين الزوجين سحر الربط سحر تعطيل الزواج ده لازم معالج قولا واحدا اما في سحر المأكول والمشروب كما ذكرت للمرة التالتة بكرر لابد من معالج الافضل انك تذهب لمعالج طب مفيش معالج فيه وصفات لعلاج السحر المأكول والمشروب اه وفيه وصفات كتير ممكن تسمع مني اكثر من وصفة وممكن تسمع على قنوات اليوتيوب بعض الناس تذكر وصفات تانية طبعا ممكن اللي ينفع معك ما ينفعش مع غيرك بس ده مش موضوعنا لكن جربوا الوصفة اللي معنا النهاردة نصف كوب من زيت الزيتون على نصف النصف الباقي يكون ماء ويوضع عليه ملح وخلي بالكو الوصفة دي للناس اللي ما عندهاش ضغط ويشرب هذا الكوب على الريء في الصباح وانظر بعدما تستفرغ سترى اشياء عجيبة انت لن تتوقعها ثم بعد ذلك داوم على قراءة صورة البقرة والازكار لازكار التحصينات مثلها ادعية الملابس والخروج من المنزل وعلى رأسهم دعاء ادعية الصباح والمساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وان شاء الله يتم الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته